أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عن أمله في تمديد المهلة التي منحتها مجموعة إكواس للمجلس العسكري بالنيجر لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه تاياني وفي مقابلة أجرها مع صحيفة لاستامفا الإيطالية دعا إلى ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري غربي في النيجر بعدما وصف الخيار في وقت سابق من هذا النوع بالاستعمار الجديد السبيل الوحيد هو الدبلوماسية أتمنى تمديد مهلة إكواس التي انتهت الليلة الماضية في منتصف الليل يتعين في الحقيقة إطلاق صراح بازوم لكن لا يمكننا فعل ذلك الولايات المتحدة حظر للغاية بهذا الشأن ولا يمكن تصور أنها ستبدأ تدخلا عسكريا في النيجر